اشتركوا في القناة ماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يمكث القمر في هاي المنزلة أو في برج العذراء لغاية الساعة 48 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها للميزان وهي برضو أول منزلة في برج الميزان وهي منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل وبما أن القمر رح يظل موجود لبعد بث حلقة يوم الغد فما رح نذكر كثير عن تأثيرات هذا الانتقال لبرج الميزان احنا رح نذكر للعذراء لأنه في حلقة الغد برضو رح نحكي عن كله المسار ورح نحكي عن الانتقال اللي رح يصير للميزان يعني بمعنى آخر ما رح نذكره اليوم عشان ما نشتتكوا بكرة نرجع نعيد نفس الكلام فبصير الحلقة مكررة فخلينا نركز على توقعاتنا اللي هي من الآن لغاية ساعات المساء وبعدين بكرة نذكر الانتقال بما أن القمر موجود في برج العذراء معناته بغلب علينا صفات برج العذراء على جميع الأبراج فمنعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم بيلعب دور مهام جدا في هاي الفترة نشعر بأنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا برضو ممكن في هاي الفترة أن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسعن اقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في زاوية جديدة بلشت تأثيراتها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي زاوية خطيرة طبعا تأثيرات هاي زاوية من اليوم اللي هو 14.4 وبتستمر لغاية يوم 22.4 ذروة هاي زاوية يوم 18.4 في ساعات العصر يعني ساعة 13.13 دقيقة عصرا تأثيرات هاي زاوية أنه بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وأما بالنسبة علينا كأفراد بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما تركيزا على الأحداث الدولية فهاي بدل كل ما صارت الزاوية إما تربيع أو زوايا السلبية ما بين الشمس وما بين بلوتو بدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والتفجيرات والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية برضو اللي بتصير في الطبيعة وممكن اختلال في المناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها من الزوايا الباطئة هي زاوية نذكرها في الأيام يعني ذكرناها في الأيام الماضية وهي مستمرة لغاية يوم 17-4 هي زاوية التسديس الإيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون وبرضو هاي حكينا أن تأثيراتها لغاية يوم 25-4 لذروة التأثيرات هي مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وفي هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة وممكن نقع في الحب أو يقع البعض في الحب من أول نظرة عما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة 10 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و48 دقيقة صباحا أو ما قبل الظهر يعني منقدر نسميها بتوقيت جرينيتش طبعا برضو تأثيراتها من الصباح لساعات المساء يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و11 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ما بعد منتصف الليل وهاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وهاي الزاوية آخر زاوية بتكون لأنه بعدها بيبدأ عنا خلو المسار يعني من الساعة 6 و11 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بيبدأ عنا خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و45 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة ما بين الساعة 6 و11 دقيقة لغاية الثمانية و45 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 و45 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وباستقر في برج الميزان عشان هيك من هذا الوقت تقريبا يعني بيبلش تأثيرات برج الميزان على جميع الأبراج ففي هاي الفترة يعني منشعر أنه هاي فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منصير اجتماعيين أكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة فترة ممكن ننجح فيها في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين للبيت أو المكتب واقتناء حاجيات جميلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا اللي أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية من الآن لغاية ساعات المساء بضل البنكرياس، الأمعاد الدقيقة، الأعور، القلون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين أما من ساعات المساء اللي هو بعد انتقال القمر للميزان بيصير الأعضاء اللي في جسمنا الكلا والحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائدة الدودية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا ما في أي مشاكل اليوم، اليوم مناسب لإجراء العمليات الجراحية بما نخلوه المسار في ساعات المساء وبرضو هذا يوم مناسب لإجراء عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا برضو اليوم مناسب، ممكن بعض الآثار الطفيفة تكون وبنادول أو برس تيموليا فيه بالغرض بما أن القمر رح ينتقل للميزان، معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت يوم 16.04، بيبدأ فيه تمام الساعة 9.56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي، اللي هو حتى يوم الأحد، هو مش لا يوم الأحد نقدر نحسبها هي أول دقائق من ليلة الأحد 17.04، يعني الساعة 12.22 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد لا يستقر القمر في برج العقرب بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر المحدب 13 يوم، في تمام الساعة وحدة و54 دقيقة بعض الظهر بيصبح 14 يوم، نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم، الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيدة بنسبة 45% القمر في العذراء، وبدأ تنتقل للميزان، ورح تمكث في الميزان لغاية يوم 17.04، منتحسة الآن هي بنسبة 10% في ساعات الصباح بيصير القمر منتحس بنسبة 40% وبيكمل طيلة النهار عطارد في الثورة حتى يوم 29، أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 2.05، سعيدة بنسبة 30% المريخ في الدلوح حتى يوم 15.04، منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10.05، بنسبة 15% زحل في الدلوح حتى يوم 4.06، بنسبة 15% أورونس في الثورة حتى يوم 24.08، بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28.06، بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29.04، سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك ما زال القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا برضو اليوم لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء أو بسبب تعب صحي فعشان هيك بدكوا تنظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات حذروا التبذير ممكن اليوم تعالجوا مسائل مالية ورح تجدوا حلول لبعض الفواتير المتوجب عليكم أو بعض الدفعات اللي ممكن تكون بعضها صحيا برج الثور ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم لأن القمر ما زال في البيت الخامس وبرضو مناسب لتعزيز العلاقة مع الأحبة ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صححوا الانطباعات عنكم اثبتوا للمشككين طاقتكم وما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجازات فعشان هيك اليوم بدكوا تثبروا لأنجح كل شيء واستغلال الفرص لأنه برضو اليوم بيحمل كثير من الفرص الإيجابية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء ما زال القمر موجود في البيت الرابع اللي هو العلاقة بالبيت والعائلة فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من بعض أفراد العائلة لمساعدتكم أو دعمكم ولا يمكن بدك تهدئ من انفعالاتك وتتوقف شوي عن التفكير قليلا بشكل سلبي ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهميش أنك ما تختلق المشاكل ما تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء ما حاول أنك تناقش بليونة تامة برج السرطان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات القصيرة وحركة دؤوبي عندكم اليوم نشاط عالي جدا وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبرضو اليوم بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة العقد مؤتمر أو محاضرة أو مقابلة أو للقيام حتى برحلة أهم شيء أنك لا تكثر من المطالب وتجنب اعتماد أسلوب يكون فض على الأساس أنه ما تخلي الأشخاص اللي بيتعاملوا معك أنهم يبتعدوا عنك أو يسجلوا نقاط سلبية عليك وبرضو ابتعد عن التحديات قدر الإمكان برج الأسد طبعاً ما زالت الأجواء جيدة للمكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بالوضع المالي أهم شيء أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذروا أموالكم بتكونوا عاقلين ومتيقدين قبل التوقيع على العقود حددوا أهدافكم برضو بتكونوا تنتبهوا من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوكم مالياً في هاي الفترة أو أنه يعني تكون عندكم مصاريف زيادة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً ثقتكم اليوم أكثر حتى من الأيام الماضية ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط تقدروا تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد وممكن تفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت النظر نظر الآخرين لإلك بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي مفوضات لمصلحتك لأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً من الآن لغاية ساعات المساء يعني بحلقة الغد إن شاء الله رح نعطيك تطمينات ولكن من الآن لغاية المساء بكرة بتظل الأجواء بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم برضو من قولكم ما تبلغوا اليوم في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوامي من الكآبة والإحباط وهذه فترة فيها إرهاق وتقاعص عشان هيك بدكوا تبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحثوا عن الهدوء والسكينة برج العقرب ما زالت الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي واليوم برضو بوسعك تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وهذا الشيء ممكن يطلب منكم خد تجربة جديدة اجتماعية ومهمة وتتاح لكم فرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو في هذه الفترة اللي احنا فيها يظهروا انفتاح واهتمام كبير على رد المستوى لأن الفرص دعمتكم لغاية ساعات المساء بعدها القمر رح يوصل لبرج الميزان لهو بيت متاعبكم برج القوس يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن اليوم تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم فعشان هيك بدك تكون عند حسن الظن وتتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية برضو بدك تحاضر أثناء حركتك من بعض الإصابات أو الحوادث أو الأعطال ما في داعي للمجازف ولا المغامرة هذا بيت السمعة فحاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك برج الجدي بتنشطوا اليوم برضو في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم الأجواء ممتازة جدا وداعمة لعلكم وممكن اليوم تفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعض العواصف اللي يعني عصفت فيك في العيام الماضية اليوم هذا إيجابي فحاول أنك تستغله بكل معيتيك من نشاط وقوة برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة برضو اليوم كمان متاحة لمكسب مالي بيجي عن طريق شراكة مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل اليوم بمسائل مالية بعض الأشخاص ممكن يعانوا منهم صحية أو عائلية باستطاعتكم بحث موضوع بتعلق بقرض أو تمويل أهم شي إنكم ما تهملوا التفاصيل الدقيقة خلال هذا اليوم برج الحوت هذا اليوم برضو مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن ما بنصح اليوم لموضوع إتمام خطوبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري لأن القمر منتحس بدرجة كبيرة جدا حاذروا من توجيه الكلام الجارح أو النابي لأنه ما رح يكون بغير محله لأي أن كان ممكن تواجه خلال هذا اليوم خصم شرس أو نقاش حاد جدا وتشتد المنافسة بينكم فعشان هيك حاول تضبط أعصاب قدر الإمكان ما تخالف القوانين برضو عشان ما تصير أنت المدن هيك ما نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء